تاجر بيبيع بالاقصات بالتقسيط يعني وليه فلوس كتير عند الناس لما يجي طلع زكاة ماله هل بيحسب اللقصات دي ولا ما يحسبهاش بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجيا فيديو جديد الاقصات دي حاجة من الاتنين لاقصات مرجوة الاداء يعني انت ضامن اللي هي حتجيلك بس تيجي في معادها يعني لما اقصات غير مرجوة الاداء كلام ده بنقوله للتجار الكبار اللي هو فلوس كتير برك على هيئة اقصات او حتى التجري الصغير اي حد لي اقصات عند الناس او ديون عند الناس بتتعامل بالمعاملة دي ديون مضمونة عندك مليون جنيه برا بس مضمونين بس هي مجدولة على اوقات في الحالة دي انت ملزم بزكاتها يعني المليون جنيه اللي برا كأنهم ارصدها محفوظة لك في البنك نفس الفكرة هي فلوس بتاعتك بس محفوظة لك وحتيجي يوم من الايام يا بس عدتها حضرتك تحسب فلوسك زايد الفلوس اللي برا المليون جنيه اكتر او اقل واتطلع عليهم الزكاة تقول لهم انا لسه بعد طهاش هي بمثابة مال محفوظ لك وده للأسف كتير من التجار خاصة بتجار الكبار او الشركات العملاقة اللي بيتبيع بالتقسيط ما بتنتبهش للنقطة دي بتقول لك لما اخد الفلوس هي اطلع لا مدام دي فلوس وبتاعتك ويجب عليك اللي انت تطلع عليها الزكاة النعمة اللي مش يجب عليك فيها الزكاة الا لما تقبضها الفلوس اللي الميتة واحد مماطل جدا يعني خلاص انت فقدت الامل اللي يرجعلك الفلوس بتاعت التقسيط دي او يسدالك الاقصاد دي او فقير جدا التجار فاهمين عارفين دي دي ديون ميتة فخلاص دي ما تطلعش عليها الزكاة الا لما تقبض الفلوس بقى لخمس سنين عند الراجل وخلاص بقى الحمد لله ربنا يسر للحال ورح مديلك القسط القسط دي انا اطلع عليها الزكاة بس مش لخمس سنين مش هطلع خمس سنين لا اطلع لسنة واحدة بس يبقى الاقصاد او الديون حاكتين ديون مرجوة مضمونة فدي بنطلع عليها حتى لو مخدناش في ادنا والديون اللي هي مش مضمونة ما تطلعش عليها الا لما تقبضها في ايديك دعموا الفيديو بشيروا اللايك وكمينة وشاركوا في القناة وكل مرة الجاية والسلام عليكم